الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي الأكرم الأمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب ما لمع صراب وهمع سحاب وكرئ كتاب سيدي يا رسول الله أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا عليك سلام الله في كل خفقة فقد ماتت الأسماء إلا محمدا أهلا وسلام بحضركوا في هذا اللقاء الميموني المبارك الأغر ونلتقي بحول من الله ومدد وقوة في هذا اللقاء في خاطرة بعنوان الهمة في خاطرة بعنوان الهمة وبداية يعني نريد أن نقف على معنى الهمة في اللغة الهمة كما يقولون هي أول العزم الهمة هي أول العزم والهمة مشتقة من الهم لذلك يعني إذا أردنا أن نعبر عن رجل صاحبهم نقول رجل همام وكلمة الهمة أيضا بمعنى العجوزة الفانية أو الشيخ العجوز الفاني وكأن يعني العجوز يعني تشير إلى تقدم العمر كذلك الهمة تشير إلى تقدم الإنسان في فعل الشيء وإعطاء العزيمة في الفعل يبقى إذا يعني خلاصة التعريف كده أن الهمة هي أول العزم لأن مراتب القصد على عدة مراحل مراتب القصد على عدة مراحل أولا الهاجس ثم ثانيها الخاطر ثم ثالثها حديث النفس ثم رابعها الهم ثم خامسها العزم فإذا وجد العزم تحقق بعد ذلك الفعل تحقق بعد ذلك الفعل زي ما أنت شايف في مراتب القصد كده أن الهم هو المرحلة السابقة للعزم عشان كده بيقولوا أن الهمة هي أول العزم طبعا يعني لما نجي نتكلم عن الهمة الإيمانية نجد أن الإيمان يحتاج إلى عمل صح ولا لا الإيمان يحتاج إلى عمل ليس يعني الإيمان بقول منمق وليس بتحلي وليس بتمني كما جاء في الحديث ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وكما أن الحلم يزيد بالتحلم وكما أن العلم يزيد بالتعلم وكما أن الصبر يزيد بالتصبر فكذلك الهمة تكتسب بالتهمم تزيد الهمة بالتهمم وطلب الهم أعرض لك كده يعني بعض الأمثلة البسيطة على دنو الهمة ثم بعد ذلك ندلف إلى علو الهمة عند السلف الصالح قيل لوراق تمنى وانظر بقى إلى دناءة الهمة هذا الرجل وراق يعني يعمل في الورق فتمنى على قدر عمله فانظر إلى أمنيته قال أتمنى جلود وأوراق وحبر براق وقلم مشاق دي أقصى غيته ولا شك أن هذا يدل على دناوتي أمانية وقيل لحمال أعجب من المسأل الأول قالوا له تمنى الحمال ده كان يعني إيه شغال هو بيشيل مثلا شيل وبياخد مقابل على هذه الشيل فهذا الرجل الحمال قال أتمنى أن تتحول الرمال إلى حبوب لبني فلا اللي أنا بشتغل عنده ثم أذهب لأشيل تلك الحمول على ظهري ثم يعطوني أجرة هذه الشيل انظر إلى دناءة الهمة يعني لم يطلب أن تتحول هذه الحبوب أو هذه الرمال إلى حبوب ثم يمتلك هو لا ده عايزها تتحول لأناس وأقصى غيط هو يزيد عدد الشيل وياخد فلوس مقابل هذا الحم طبعا هذه الهمم الدنيئة لا تقابل ولا تقارن ولا تقاس مع همة الإمام أحمد على سبيل المثال الإمام أحمد بن حنبا رحمه الله كان يحفظ 700 ألف حديث ومع هذا الحفظ كان يصلي الله عز وجل في اليوم والليلة كما يقولون عن 300 ركعة وبالله عليكم كيف وجد الإمام هذا الوقت للحفظ ومدارسة العلم لأن العلم يحلو كلما جددته كلما كرر يرسخ هذا العلم وكان رصخا في العلم وهو إمام أهل السن فبالله عليكم من أين وجد الوقت حتى يتدارس تلك العلوم فضلا على أن يدرسها فضلا على أن يقوم بمثل هذه العبادة 300 ركعة في اليوم والليلة غير الفرائد يعني أمر جلل بعض السلف أيضا يعني عشان تشوف الهمة العالية كان إذا دخل الخلاء وكلا أحد أقراني أو أبنائي خارج الخلاء يعني يتذاكر العلم يمسك كتاب كده ويقعد يقول اللي في الكتاب حتى لا يضيع أوقاته همة عالية في طلب العلم بل إن بعضهم حفظ ألفية العراقي قصيدة كده مكونة من ألف بيت حفظها وهو يتوضع كل ما يجي يتوضع كده واحد يعني يصب عليه الماء ينشده بيتا من الألفية حتى حفظ الألفية من كسرة وضوءه وهذه همة عالية وعزم عالي على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعجب من همة عمر بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل خلافته كانت سنتين بس ومات هذا الإمام العابد العارف وعمره أربعين سنة كيف استطاع أن يحقق العدالة التي اندصرت في الأمة في مقدار سنتين همة علي حتى أنه كان يحدث عن نفسي ويقول إنني نفسا تواقة يعني نفسي لا تقنع بي اللي عندها دايما تتوق إلى الأعلى إنني نفسا تواقة اشتاقت نفسي يوما أن أصير واليا على المدينة فصرت واليا على المدينة ثم طاقت نفسي أن أتزوج فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها ثم طاقت نفسي بعد ذلك إلى الخلافة فصرت أميرا للمؤمنين ثم بعد ذلك تتوق نفسي إلى الجنة ونسأل الله عز وجل أن يبلغه هذه الأمنية وأن يحشرنا معه ومع النبي الأكرم في دار مقامته همة عالية الإمام النووي رحمه الله يموت عمره 46 سنة عندما تنظر إلى هذا العمر يعني البسيط وما قدمه الإمام النووي من كتاب المجموع فقط وكتاب مثلا شرح صحيح مسلم وكتاب رياض الصالحين مع آلاف الطلبة هذا الرجل قدم الكثير وهو يقول عن نفسي بقيت سنتين يعني لا أرقد كان ينام وهو على كتابه ينام قاعدا همة عالية في تحصيل العلم لذلك بارك الله عز وجل هذه الهمة ثم تنظر إلى نساء الأمة الإسلامية كان عندهم همة علي الله عز وجل فرض الجهاد على الرجال النساء أرادت أن تجاهد فأنزل الله عز وجل قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض عشان كده الشاعر يعني يعبر عن هذه الهمة وهذا الشرف يقول إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم إذا أردت يعني شيء فلا تقنع بما دون النجوم تكون هامتك إلى النجوم إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم ويقول آخر بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب الليالي من أراد الليالي يغوص إلى أعماق البحار حتى يدرك ذلك إذن أيها الحبيب اللبيب في أمور الدنيا انظر إلى من هو دونك كن في ذلك صاحب هم متدنية حتى تعرف قدر نعمة الله عليك دايما تنظر في أمور الدنيا إلى من هو دونك حتى تحمد الله عز وجل ولكن في أمور الآخرة وأمور الدين لابد أن تتطلع إلى من هم أفضل منك الله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله عز وجل زنبه ما تقدم من زنبه وما تأخر ومع ذلك كان عابدا شاكرا لله عز وجل يقيم الليل ويتعبد لعز جل حتى ترمى قدما صلى الله عليه وسلم ولما يسأل عن ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا ثم انظر إلى همة الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا هجع النوام أزبلت عبراتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعري أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري فكيف بحال المفرطين أمثالنا من من فرطوا في الأيام والليالي سبحان الله يعني لا نطلب علما ولا نكتهد في عبادة فلن الله عز وجل أبو الوفاء بن عقير رحمه الله هذا الإمام الكبير يقول لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت عقلي وقت راحتي وأنا نائم مستلقي يعني بيقول إيه بيقول إن لساني دايما في مذاكرة أو أناظر بهذا اللسان وبصري دائم المطالعة دايما بقرأ في الجديد طب لو جت ننبأ وقت راحتي يعمل فكره يقول أعملت عقلي وقت راحتي وأنا نائم مستلقي فلا أنهت حتى أجد ما أسطره يقوم ويسطر هذه الخطرات وكانت هذه الخطرات نتاج عظيم جدا يعني سجله التاريخ باسمه في طممية مجلد هو كتاب الفنون كتاب الفنون ألفه من خطراته وما كان يعرض له أثناء نومه في طممية مجلد وهذه همة عالية سامقة ونختم بهمة الإمام ابن تيمية رحمه الله عز وجل كتب رسالة يعني تسمى برسالة الحموية في 230 صفحة كانت هذه الرسالة هي رد على سائل جاء يسأله في مسألة فجلس وكتب هذه الرسالة ردا على المسألة من صلاة الظهر إلى صلاة العصر ردا على سؤال واحد همة عالية لم يبلغ الإمام هذه إلا بإخلاص من الله عز وجل وبهمة عالية لمعرفة قدر الوقت وتوفيق من الله عز وجل إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يأتي عليه اجتهاده فهذا حالهم وهذا حالنا فلا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد نسأل الله عز وجل في ختام هذه الخاطرة أن يرزقنا هذه الهمم العالية السامقة وأن يجعلنا على أسارهم مقتدين ونسأل الله عز وجل أن يخرج من هذه الأمة أئمة وعلماء تعيد أمجاد هذه الأمة العالية ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر